عندي كثير من الفضول ما هي رسالتك التحفيزية الاولى للاعبي منتخب كودفوار بعد ضمان السعود من الدور الاول قلت لهم ايه كلامك معاهم كان ازاي خاصة ان هي مهمة هتكون شاقة عليك جدا كمهمة اولى كمدير فن المنتخب كودفوار بتلعب على ملعبك وسط جماهيرك مستوى كان مش جايد في الدور الاول قلت ايه اللاعبتك اول ما ضمانت السعود للدور القادم اول كلمة قلت لهم اننا قد عبرنا الى ثمن النهائي من الباب الصغير وان الله قد منحنا فرصة ثانية وعلينا ان نتمسك بها ولا يجب ابدا ان نخسر هذه الفرصة الثانية الا لن يسامحنا احد والان علينا مسئولية كبيرة امام هذا الشعب علينا ان نحسن صورتنا اي علينا ان نستعيد ما الوجه الذي خسرناه في المرحلة اولى في الدور المجموعات وايضا كنت احاول دائما ان ابث فيهم الروح الايجابية وان قل لهم ما يقول له الجمهور وما يشعر به الجمهور كي احفزهم على الفوز بالمبريات هم مستقاقين